موسيقى مساء الخير و اهلا بيكو حلقة نهاية الاسبوع و كلمة اخيرة فقرتنا الاخبارية النهاردة قصيرة جدا في مقدمتها ماتش السوبر يوم الجمعة المقبل في الامارات في ابو ظبي اللي كان بين الزمالك والاهلي بين بطلي الدوري والكاس المصري هيكون بين الاهلي و بيرامدز بين بطل الكاس الاهلي و بيرامدز تالت الدوري و وصيف الكاس ليه يا جماعة علشان الزمالك انسحب او هو طبقا ليه البيان اعتذر علشان عقوبة الانسحاب غير عقوبة الاعتذار فدلوقتي السوبر تعرفين الرياضة المصرية فيها كل حاجة فيها كل حاجة فطبقا بقى ليه الاخر الاخبار و طبقا لاتحاد الكورة الماتش يكون بين الاهلي و بين بيرامدز هنتكلم في الموضوع ده النهاردة في فقرتنا الاخبارية والنهاردة عندنا اخبار اخرى ولكن حلقتنا فيها فقرتين وتجمع بين الفن والسياسة او بين السياسة والفن في الجزء الاول منها و قبيلة ساعات من انطلاق الحوار الوطني اللي استغرق الاعداد له عام كامل منصق عام الحوار دكتور ديارة شوان هو ضفنا في اول حوار له يكشف فيه تفاصيل الجلسة الاولى غدا نتوقع منها ايه وهل يمكن ان يفضي هذا الحوار الى تغيير في المناخ السياسي وتوسيع في مساحة الحريات ايضا هنسأله عن الحركة المدنية الحركة المدنية او احزاب المعارضة اعلنت اليوم مشاركتها في الحوار و هنتكلم عن تفاصيل هذه المشاركة الخلافات اللي كانت بين الحركة المدنية وبين يعني الامانة العامة وبين الحركة داخل الحركة المدنية نفسها وما هي مطالبات المعارضة يعني حوار سياسي في النصف الاول من هذه الحلقة في النصف التاني من حلقتنا معانا بقى خط خططيط الصعيد المعلم حفني المعلم حفني في الكبير اوي وابو عصايا في عملة ندرة الفنان القدير كمالة بورية واحد من الفنانين الكبار اللي شفناهم هذا العام في رمضان وحيا رمضان السنة دي كان مليء بالفنانين الكبار وحيكونوا معانا ضيوف في هذا البرنامج اكتباعا والحقيقة انه يعني كمالة بورية دايما معروف بأدوار الرصينة الرزينة زي حتى عملة ندرة حتى لو كانت أدوار صعيدي ولكن خط خططيط الصعيد في الكبير اوي دور كوميدي غير متوقع لكمالة بورية لكن أداب مهارة وصراحة كانت من أحلى حلقات الكبيرة اوي يلا ربتت الحاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر